مؤتمر اليوم كنا نتحدث عن التنمية المستدامة وكيفية مشاركة قطاعات مختلفة بما فيها القطاع الخاص العمل مع القطاع العام العمل مع المنظمات المجتمع المدني ومنظمات أمم المتحدة لضمان التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ولكن في نفس الوقت المحافظة على البيئة والمحافظة على التنمية البشرية في هذا الدول وأنا يسعدني أن أكون أحد المتحدثين في هذا المؤتمر وأوضحنا للمشاركين بأن في المنطقة العربية وخصوصا في منطقة الخليج العربي استطعنا واستطاعت الدول الخليجي العربي أن يجذبوا التقنيات وأن يدربوا القوى البشرية لضمان التنمية وتشغيل المصانع وجذب تقنيات عالية وحديثة لإنتاج المواد الصناعية واستفادة من اللقيم الموجود في هذه المنطقة ولكن في نفس الوقت المحافظة على البيئة واستخدام أفضل المعايير البيئية عالميا كمثال شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات إن الشرف أن أكون أحد مسؤولينها اليوم لها برامج في التنمية المستدامة وفي المحافظة على البيئة وفي نفس الوقت إنتاج مواد بترو كيموية ومواد الأسمد الكيموية بتقنيات عالية وبالدعم في الموارد البشرية والتوطين هذه التكنولوجيات في خدمة مجتمعها الخليجي فبالطبع كان هناك تفاعل جيد وإشادة مميزة من قطاعات الأمم المتحدة بخصوص عمل شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات في التنمية المستدامة وبالطبع بالنسبة لنا علاقة بعد كأول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج UN Global Compact اللي هي الشراكة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص لتنفيذ برامج الأمم المتحدة في التنمية المستدامة فالحمد الله القطاع الصناعي في منطقتنا وخصوصا المناطق العربية وخصوصا في منطقة الخليج العربي بخير نستخدم معايير عالمية لضمان الجودة والسلامة والأمن والمحافظة على البيئة وكذلك في التنمية الموارد البشرية في هذه المناطق المنتمر يتكلم عن كيفية تمويل الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر يتكلم عن تكنولوجيا الخضراء ونحن اليوم نحتاج للمحافظة على البيئة في مملكة البحرين نحن ننتقل إلى الاعتماد على البيئة الخضراء بحيث أن تكون مشاريعنا كلها فيها ايضا طاقة متجددة او المحافظة على الطاقة والتنمية فالتمويل عن طريق الغطاع الخاص جانب مهم احنا نسعى فيه لتمويل هذه المشاريع لكي في النهاية نطلع ان شاء الله ببيئة أفضل في مملكة البحرين والله المؤتمر مؤتمر أنا في رأيي مهم جداً لأنه بتعلق في البيئة وأهمية البيئة والتلوف اليوم أمامنا تحديات اللي هي من جاي من مثلاً من الصناعة جاي من أماكن أخرى ولازم نفكر بطريقة معالجتها بأسرع وقت ممكن لأنه إلها تأثير على الصحة العامة وعلى الجيل القادم فبالتالي مهم جداً أنه نفكر بكيف نطور مشاريعنا اللي تتلاء مع تخفيف عباء التلوث البيئي وفي نفس الوقت حسب ما سمعنا من الموجودين أنه هناك في بنوك ممكن تتمويل مشاريع فيه شركات ممكن تتمويل مشاريع خاصة بتكرير التلوث والقطاع الخاص والدعم الحكومي من ناحية الحكومي عليها تحط تسن القوانين وتراقب الأعمال هذه تحط تحط هم تحط تري تمنين وهي نحن 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 تحط من أولها تحط لنشاء لنوصل الأنجاب بحرين والجول والجول والأمشام بحرين سمويل بحرين بحرين ومهما 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 بحرين وبحرين إنقام بها المناسبة للشواق الخاص بها هم تعليم ان تكون بحاجات خلال تحديد الفيديو ومن تحديد الفيديو أني أجل الإنغازة تسويل الناس من أقل الأمكان تحديد ان نموات المحدة ولأن استعمال من الوضع النقرات التالية يتصبح بفق بكفة الوضع للتحكم في الهند التالي وائنات الكثير من المتحدث فهل لأننا نستطيع أنها نحكم صعبة عهدة ت Heroes طيب عندنا الفيديو فرح من كل مباركات قائمة للتعليمات الوصول على مباشرة من فره ، لذا كنت نشاهد فتناك الوصول على المشاوية ، أكثر من الصرحة والجلسى والمشاوية التي كانت امتلك بالطبع معقريات للمشاوية والمشاوية التي تتجه بالنسبة لذلك معاكم على مدفعات التواصل على صديقات الغارة حيث يتعطون المعادة في المقرات والعجارات المتطلبة ويجعل أمور المتطلبات هنا. في سنة أمر أحد ثلاثة سنة لدينا سنة لدينا سنة عام 26 من سنة أمور العام بذلك يستمر في القرية وكهو أن يمتلك إليه إلى الصعب من المساعدة والجميع الممكن للتعليم للتعليم وكيف سيطل المتطلبة في المنصف وكيف تحديث في الهدفة في البعين ونحن ممتاز بها وما سوف يكون لدينا اجتماعي في المتحدث في السنة ويستطيع تحديث في المتحدث في المتحدث في المتحدث في الوصف